بسم الله الرحمن الرحيم. معكم اخوكم احمود فتوح. سيدلق من جمهورية مسئلة العربية. احنا شرحنا قبل كده ازاي اعرف تاريخ التقديم بتاع المادة الفعالة بتاعت مستحضري. اه من بتاعت الامة. لكن في بعض الاحيان اه ما بنلاقيش اه في اه تاريخ بتاع المادة الفعالة بتاعدي. طب ازاي التلام ده? هناخد مسال عملي. هنيجي على جوجل. نكتب يعني هنراجع برضو القصة من الاول. الناس اللي مكانش عارفة ازاي نعرف تاريخ التقديم بتاع المستحضر بتاعي. دخلنا على جوجل. لقينا كتبنا نزل. اول حاجة هتلاقي فيه ده عبارة عن حملناه نزل تحت. هنفتحه. اه دلوقتي بيحمل وبيفتح. بنيجي على الكولم الاولاني خالص. كولم ده بنعمل الاول. اه? اه الكولم الاولاني هو الخاص بالمواد الفعالة. باجي اعلم عليه. وعمل كنترول اف. تمام? وبكتب اسم المادة الفعالة بتاعتي. وليكن مسلا اوفلوكساسي. اوفلوكساسي. بكتب اسم المادة الفعالة. اهو. ظهر لي. ظهر لي طبعا حاجات كتيرة فيها اوفلوكساسين. سيبرو فلوكساسين. تمام? لو عملت نكست هينزل سيبرو فلوكساسين توبكا ليو سيبرو فلوكساسين. كل ينزل ينزل ينزل. كل الحاجات دي وعادي ليفوفلوكساسين. كل وعادي اوفلوكساسين. ده تاريخ تقديم بتاعه. خمستاشر سبعة الفين وطمنتاشر اللي هو في الكولم اي. تمام? طيب. افرد احنا المادة الفعالة بتاعتنا مش موجودة في اه اللي هي اللي قدامنا دي. زي ايه? زي مسلا جيمي فلوكساسي. عملت انتر كتب لي هنا. تمام? احنا مش دي مش لاقي المادة الفعالة بتاعتك. طيب في الحالة دي هنعمل ايه بقى? في الحالة دي هن هنيجي نشوف اقرب مادة لهذه المادة الفعالة. هنكتب مسلا على فلنعتبر ان احنا مش عارفين جيمي فلوكساسين من عائلة الكينولونز. احنا مش عارفين. ولا من عائلة طب هعمل ايه? هكتب على جوجل برضو. اسم المادة جيمي فلوكساسين. ايه ظهرت لي اول واحدة. تمام? واخش على بتاعته. تمام? دخلت على بتاعت الجيمي فلوكساسين. انزل تحت خالص. او اقرأ عنه. افضل اقرأ عنه. لحد ما شوف هو من عائلة ايه? او اقرب حاجة لايه? هنا الجيمي فلوكساسين تحت اهوت. في بتاع الفلورو. اقرب حاجة ليه? هلاقي موكسي فلوكساسين. تمام? ارجع انا بقى اخد ده. واجي في اللي هي دي. واخش على العمود الاولاني زي ما اتفقنا. وعمل كنترول اف واكتب موكسي فلوكساسي. موكسي فلوكساسي. هدي الموكسي فلوكساسين. تاريخ تهديم البيس يوار بتاعه. اه اه تسعة واشرين تمانية الفين وستاشر. تمام? بعد ما جبت تاريخ اقرب مادة فعالة للمستحضر بتاعي. بقدم جواب لوزارة الصحة. واقول لها ان المادة الفعالة بتاعتي مش موجودة. مش موجود تاريخ تهديم بتاعها في اللي هي دي اللي قدامنا. واقرب حاجة لها لهذه المادة الموكسي فلوكساسين او اي ان كانت المادة التانية. وان انا باقترح ان انا اقدم بتاعي في نفس التاريخ. وطبعا بعد كده وزارة الصحة بترد عليك بالموافقة. ولو لها كومنتات هتقولك الكومنتات. اه اتمنى ان انا اكون افدتكم. اه وشكرا جزيلا لنا حضرتكم. وان شاء الله نلتقي في اه دروس قادمة ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم.